السلام عليكم اهلا 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 بك ايه الاخبار اعمل ايه يا رب تكون تماما كل سنة تطيبين يا رب تكون السنة دي عدت عليكم على خير يا رب تكون كانت لطيفة بالنسبة لكم على فكرة هي كانت لطيفة بالنسبة لناس كتير يعني زي ما هي كانت مش لطيفة بالنسبة لناس كتير او بالنسبة الاغلب يعني مش عارب بس هي كانت لطيفة برضو بالنسبة لناس كتير تانية فيا رب تكونوا من الناس اللي كانت السنة لطيفة عليهم وحتى لو كانتش لطيفة اكيد تعلمنا منها حاجة يعني فكل سنة طبين عبال كل سنة إن شاء الله كده نبقى مع بعض وبمناسبة بقى الكريسمس عايزين نرسم النهاردة الشجرة دي زي ما انت شفت كده في ثمب نيل فهنا من غير رغي كتير يلا بينا نبدأ على إلليستريتر بس قبل ما نبدأ ياريت تنزل تشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش والقناة دي بتتكلم عن ثلاث حاجات هما الموشن جرافيك وده يعتبر من الموشن جرافيك عشان احنا بنرسم رسم للموشن جرافيك يعني والبريزنتيشن سكيلز والفويسوفر فلو انت مهتم بقى حاجة من دول او انت مهتم بيهم كلهم ياريت تنزل تشترك في القناة دلوقتي وياريت تعمل لايك كمان للفيديو علشان ده بيساعدوا أكتر انه ينتشر وإحنا محتاجين ننتشر بقى لشان دي بداية سنة جديدة وعايزين نبقى يعني أنجزنا فيها بقى إنجاز كبير إن شاء الله يعني مش اللي هيا اللي فاتت اللي هيا اللي جاية إن شاء الله وما تنساش كمان أهم حاجة في الدنيا إن انت تنزل تحط كمانت دلوقتي تحت الفيديو تقول لي انت حابب الفيديو اللي جاي تكون عن إيه علشان أنا بعمل الفيديوهات يا جماعة بناء على الحاجات اللي انتوا طلبوها فكل ما هتقولولي انتوا عايزين إيه في الكممنتات كل ما هنفهم بعض أكتر وكل ما الفيديوهات إن شاء الله هتكون مفيدة بالنسبة لكم ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو الموضوع بسيط جدا يعني يعني الرسم بتاع الموشن جرافيك ده بالزيت على قد ما ممكن تبان الرسمة يعني صعبة أو تبان الرسمة فيها شوية التفاصيل بس الموضوع فعلا لما بتجيب تطبقوا فعلا تنفزوا على الإلستريتر بيبقى أبسط ما يكون فاحنا هنعمل إيه علشان نرسل الشجرة ببساطة جدا إحنا فتحيناهو فايل إلستريتر هجيب البن تول واجيب لون أخضر شوية وننظر ده كده مثلا وأقوم عامل إيه هعمل يعني لو الرولر دي أو المسطرة دي مش موجودة هدوس كونترول أور أنا كده خفيتها هدوس كونترول أور تاني أجيبها تمام هو أجيب إيه المسطرة دي هنا أو الخط ده هنا ممكن أقوم عامل إيه حتة كده جزء من الشجرة بالمنظر ده كده كده احنا عملنا يعتبر إيه نص الشجرة بس هيا لي مش متلونة تمام هنقوم عاملين معلمين عليه وعملين كونترول سي كونترول أف ده عمل كابي و بيست للحتة دي في نفس مكانها بالظبط تمام فهقوم دايس عليها وعمل رايت كلاك ريفلاكت تمام ودوس أوكي حلو وقوم جايب بقى نمص ده هنا تمام ممكن نحركوا يمين شوية لحد ما يبقى إيه كده هو تمام ممكن إيه نقفلهم على بعض بالمنظر ده كده وبعدين نقوم معلمين على الاتنين دول كده معلمين على الخط ده الأول وعملين له دليت ومعلمين على الاتنين دول كده تمام ونقوم عملين جوين علشان يبقوا هما الاتنين ايه ابجكت واحد كده بالمنظر ده حلو طيب أنا كده عملت جزء كبير على فكرة من الشجرة يعني نعمل ايه بقى في الباقي هقوم منزل معلم على الجزء ده وده يسألت ومنزل كده علشان اعمل كابي تمام ومخلي الجزء اللي انا عملت له كابي ده ايه اعمل رايت كليك رايت كليك اخليه وراه حلو يعني اعلم عليه وغير اللون بتاعه ويبقى غامق شوية علشان ادي ضل للايه للحتة دي من الشجرة حلو واعدين اقوم عامل معلم على كل بقى اللي انا رسمه ده وده يسكنترول جي عملت له كده جروب اقوم واخده وعامل كابي تاني ومكبره شوية المنظر ده كده تمام واخده وعامل كابي تالت ومكبره شوية كمان بالمنظر ده كده ممكن نكتفي بالموضاء ده ممكن ايه ننزل مسلس كمان عادي يعني طيب ممكن بقى نعملين ايه نمواخدين المسلس اللي فوق ده نعمله ايه نفس الكلام نفس الكلام برضو هاميره في الفوق تمام ممكن ازبط الحجم بتاع المسلسات دي شوية حس ان هي تبقى متدرجة كده اللي هو الاصغر فالاكبر فالاكبر وهكذا يعني زبطها كده حد ما ايه ما تحس ان هي بقت تمام تمام انا كده عملت جزء من الشجرة او اللي هي الشجرة نفسها طب احنا عايزين بقى نزينها شوية وكل ما هتزينها اكتر كل ما هتبقى احلى احنا مسلا ممكن نعمل كور نبتدي نعمل كور لونها احمر المنظر ده تمام ونخليها احمر احمر زيادة نجيب اخر الاحمر كده ومعملين كنترول سي كنترول اف برضو ومصغرين الكورة التانية دي كده شوية عشان ايه نعمل لمعة جوه الكورة ممكن نعملها بقى يعني اللمعة دي ممكن تبقى برضو كورة او دايرة كده مدورة ممكن تبقى يعني واخد كورة شوية يعني براحتك بس هي كده لطيفة تمام وعملين جروب للكورة دي وقعدين قم زنيين بيها بقى ايه الشجرة بس ايه دي كبيرة شوية احنا ممكن نسهرها تمام هم حطين واحدة هنا واحدة هنا مثلا واحدة هنا مثلا اوحدة هنا مثلا واحدة هنا براحتك بقى يعني ايه وزعهم كده ايه بصورة عشوية شوية طيب انا كده زي انتهى بكورة حمرة عايزين حط مثلا كورة زرقى تمام هم واخدين الكورة دي على جانب كده انا كل ده انا بنقل ازاي كده بعملها كابي ازاي بادوس ALT بافضل دايس عليه واقوم ماسك كرة وعمل لها كده تمام اه اشيه اللي هحطها في حتة تانية بيعمل كابي تمام طيب انا جبتها على جنب كده وهما الاتنين دول معمول لهم جروب علشان اسلكت الاحمر ده بس بهولد كنترول وادوس عليه تمام واعلم عليه كده اغير اللون مسلا لي ايه ازرق شوية تمام انا كده غيرت لون الكرة احط ده بقى الكرة دي هنا وحط منها واحدة هنا حط منها واحدة هنا برضو ايه توزيعة كده عشوائية تملى المكان شوية ايه ممكن اعمل حاجة تانية كمان ممكن اعمل ايه يعني انا حطيت كور ممكن اعمل ايه تانية ممكن احط نجوم مسلا فعايزين نعمل نجمة النجمة بتعمل ازاي في الالستريتر احنا هنجيب الشيبس دي اهو ستار تول اهو اسموه ستار تول حتى اهو المنزر ده خلي النجمة لونها مسلا اورنز شوية اها كده وبردو ايه نجوم عملين لها لمع برضو بالابيض كده من المنزر ده كده فبقى عندنا نجمة هوا هنقوم معلمين برضو على كل اللي احنا ملنه ده وعملين له جروب كونترول جي واخدين النجمة دي حطينها هنا مسلا نحط واحدة هنا كمان واحدة هنا كمان نعمل لهم روتيت عشان يبقى شكلهم ايه عشوائي شوية وشان هي واحدة بس كده ومعمل لها كبي يعني خلاص نوزعهم بحيس ان المسافات بينهم تبقى ايه متقاربة كده ما يبقاش في حاجة مسلا بعيدة قوي وحاجة قريبة قوي وهكذا طيب ممكن نزود ايه كمان ممكن نزود في الشجرة اللي هو العارف اللي هو السلك اللي بيبقى منور حاليها ده ممكن نعمله برضو بالبين تول هنا كده نقوم مختارين خليه اصفر شوية واخدين ممكن نختار مسلا الستايل ده ونقوم عاملين بقى ايه كزا لفة كده انظر ده كده ممكن نقوم معرضينه شوية الستايل مشارف ليه ما تغيرش من الاول بس اهو تمام طيب او كده اغطى عالكورة انا مش عايز اغطى عالكورة انا هطالل عالكورة قدين منظر ده كده نفس الكلام بقى هكرره يعني اهو برضو ايه نعمل خط او خط نور زيادة هراح فين اللي قدين برضو خالص ونلونه ومعرضينه برضو كده ونغير الستايل بتاعه عشان يبقى الى حد ما عشوائي يعني ما ببانش برضو ان اهو مرسوم هو كده كده مرسوم احنا كده كده عالاللوستريتر بس ايه يبقى العشوائية ده بتدي شكل لطيف يعني الستايل ده بيدي شكل لطيف عكس ما يبقى كده يعني اهو عكس ما يبقى كده كده هاتخد ايه؟ ألطف نقوم عاملين خط كمان في كل بقى مسلس من اللي احنا عملناه مش الشجرة دي عبارة عن اربع مسلسات في كل مسلس نقوم عاملين ايه؟ خط نور كده ليه نعمل بقى اخر واحد هنا تمام طيب دي كده الشجرة احنا عايزين نعمل ايه بقى عايزين نعمل لها اللي هي الجزع بتاعها ده نجيب برضو نغير اللون للبني شوية كده هم عاملين من النص كده ايه؟ شكل الجزع ده كده كمان؟ اهو نعم وعملين له ايه؟ وعملين كونترول سي كونترول اف برضو هم جايبين مسلا النقطة دي هنا اهو مسلا ومغايرين اللون ده نخليه بقى مسلا فاتح شوية لا كده بقى فاتح قوي ممكن نبقى شوية تمام نرفع ده برضو فوق شوية كده اهو كده نبقى خلصنا شجرة الكريسمس شفت الموضوع يعني هي شكلها لطيف اعتقد بس الموضوع فعلا بسيط جدا احنا بس رسمنا شوية شايفس وحطناها جنب بعضها وطلعنا البرودوكت اللي انت شايفه ده فمرة تانية كل سنة انت طايبين سنة جديدة سعيدة ان شاء الله علينا كلنا لو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تشترك في القناة لو انت تنسى مشتركتش وتعمل لايك كمان علشان هو عجبك يعني وضروري جدا 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 تقولي في كمانت دلوقتي انت حب الفيديو اللي جاي يكون عن ايه علشان انا بعمل الفيديوهات ان شاء الله بناء على اللي بيتحط في الكمانتات فما تنساش تقولي دلوقتي في كمانت انت عايز الفيديو اللي جاي يكون عن ايه علشان يكون مفيد ليك وشكرا جدا انت تفرجت لحد دلوقتي السلام عليكم